قانون المصارف ليس قانون مكتوب قانون مترجم السلمي صدق خليه حقا مترجمي وحاطي ما كاتبي ما كاتبي ما يخالف يعني مع هذا الارتفاع الذي نستطيع نسميه الحاد اجراءة البنك المركزي من خلال نافذة العملة ما زال يبيع كميات كبيرة والمشكلة المصارف التي تدخل مزاد العملة الآن لديها فرق 30 نمرة والبنك المركزي يعرف انها تتاجر بالفروقات ومع هذا يبيعها اكسر بهاي القصة ما مفهوم يعني لها تفسير هم يقولون نعرف لكن يبيعون وبارقام مرتفعة تقدر تطيني التوصيف لهذا او اجابة تشفي قلبي نعم حاليا اول المزاد العملة اللي قاعد ينبع هذا ليس النهائي يعني هذا يسمو رفع رفع النقود وانتظار الموافقة يعني عامل منصة فلتر منصة فلتر هاي مو بقى مركزي دقيقة دقيقة شركة اخرى ثم الدقيقة اخر شيء الفيدرالي فبالنتيجة هاي المبيعات ليست نهائية قد تنخفض يعني صل نصها ثلاثة ارباحة كل مرة شكل هاي وحدة اثنيا اغلب اللي قاعد يتنفذ يتنفذ عن طريق اربعة مصارف فقط هاي الاربعة مصارف تتاخذ ثمانين الى خمسة وثمانين بالمئة البقية كل اربعة وستين مصارف بلو خمسة عشر بالمئة ذني اربعة مصارف هنه اجنبيات لمستثمين اجانب خوش حد شيء ذول اربعة مصارف هم قادرين يكسبون ثقة الفيدرالي فبالنتيجة ذني اربعة مصارف هنه تابعات للدول لمصارف مصارفهم في تلك الدول عندهم حسابات في سيتيبينج وجيبي مورغان انهم سويات عمليات مصرفية بدولهم يعني مسارف رصينة لا رصينة ولا شيء الهم بي دولهم رصينة لكن هم فرع من هذا المصرف هنا بالعلاق ما مسويات عمليات مصرفية نسبة عملياتهم واستثماراتهم وقراهم جدا ضعيف لكن هم الحساب فاتحتهم يا فروحهم الاساسية فذني المصارف تروح لهم انتم عزز مكرم تقولوا ماني تاجر يا با يقول لك يا بتي تروح المصرف آخر خلالك أربعين يوم يو تجيكي موافقة لهم تجي تريد يمنى خلال يومين عبر الفلتر تريد عبر نحزز لك حساب خلال 24 ساعة او في مع الساعة عندنا حسابات احنا في سيتيبينج بس بشارت شنو 132 ساعة هاي 138 144 كل ها النمر حقيقة تنحط بجيب ملايين الدولارات يربحون باليوم الواحد زين انا هنا خلحت شي حد شي شوف انا ادري الشارع العراقي قلبه محروق على سعر الصرف وهو هذا المشكلة الاساسية لكن احنا دنعاني مو بس من ازمة نقل دنعاني ازمة مصارف المصارف العراقية قاعدت تتعرض للإبادة لصالح مصارف اجنبية واحد واحد 2014 قالهم البنق المكنسي بعد ما يدى اشوف واحد منكم لا انا اشتغل مراسل ولا شي روحوا انت فتحوا حسابات في سيتي بينج و جي بي مورغان وغيره قل لي يا مصرف من المصارفنا على معيار البنق المركز يكملس يقدر يفتح حساب ويحقق معايير جي بي مورغان اللي كلها موديز وستندر ولا واحد هل هي عملية تحتام مصرفي ليش ما نتفق على ان تكون مصارف بمعايير جودة عالمية حتى تستحق التعامل معها على اساس نظرية جي مورغان او على مستوى جي مورغان اتفقوا يقمية بالمئة خلي البنك المركز العراقي يعدل معيارة هذا الكاميروس اللي هو مصنفهن اي تلتة ارباحين وانه ولا معياره من المعايير الدولية من السبعينات خلي يعدله يسوى على الكاميروس عشرين بالمئة وثمانين بالمئة خلي خليهم على معايير موديز وستندر ما جي بي مورغان وستي بينج وورز اهنا يا انا اقدر احاس بالمصرف اقول لها انت المعاييري انا نخلي الكياهات ما مرتزم بها حتى كسي فسي ما تقدر لكن انا مصرف بمعاييري اي هو بجي بي مورغان وياخد خمس نقاط بالخارجية معايير الخارجية اهنا اخلى البناخه بالمصارف تسعين بالمئة من عندنا انا كم مرة قلناه ببنك مركز يابا عدلوا هذا الكاميروس عدلوا خمسة بالمئة سووا كاميروس بلاس خمسة بالمئة عمي هاي الخمسة بالمئة ثمانين بالمئة زي مصير والكاميروس عشرين فاول شي لازم ننقذ القطاع المصرف شوف بدت الحالة ضحينا بالمصارف على مد من سوى منصة ونسوى الاجراءات ماتفدال اذا نخسر القطاع المصرفي ضحينا بالصيرفات وبالقطاع الصيرفات والعملي هسه دا نضحي بالمواطن لان المواطن هو اللي دنبيه على الصرف الموازي هذا مواطن مواطن مو اي واحد يقدر يروح الصيرفة أو يسوي تحوية ويشتري من الموازي دا نضحي بالقود المواطن بقى بس الدولة بقى بس الدولة العاقية وارصدتنا هذه العملاقة دا نحافظ عليها اذا نضحينا بالمصارف والصيرفات والمواطن يا جماعة الخير مو هالشي كد زياني هنا انا استاذ مستمع الموضوع تجارة معيان وسيد تارك